شهد القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوية وقد نقل وزير الدفاع تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا على حرص قيادة العامة لقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية للصون الوطن وحماية مقدساته شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة على مستوى الطلبة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة بدأت مراسم الاحتفالية بكلمة الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي التي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الابتكارات العلمية مما يسهم في مواكبة التطاور العلمي المتلاحق عقبها عرض فيلم تسجيلي عن كلية الدفاع الجوي وما تحتويه من منشآت إدارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم في إعداد طالب دفاع جوي يتميز بالاحترافية في تنفيذ المهام التي يكلف بها كما استعرض مدير كلية الدفاع الجوي ملامح عملية التطوير والتحديث التي تتم بالكلية بما يتماشى مع منظومة التطوير الذي يشهده سلاح الدفاع الجوي وبما يسهم في توفير المناخ الملائم لضغط أجيال جديدة من طلبة الدفاع الجوي متسلحين بالعلم والمعرفة تلى ذلك عرض نتيجة مسابقة الابتكارات العلمية وتكريم الفائزين الذين تمكنوا من تقديم أفضل نماذج للابتكارات العلمية وفقاً للمعايير والأسس التي نظمت بها المسابقة كما قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على معرض الابتكارات العلمية مشيداً بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات التي عرضت والتي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة المجالات وفي سياق متاصل التقى الفريق أول محمد زكي بطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع الجوي والكلية البحرية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة سير العمليات التعليمية والتواصل الدوري مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بما يهدف إلى توحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبول الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية لصون الوطن وحماية مقدساته مؤكداً على أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب وأدار القائد العام حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي محلياً وإقليمياً ودولياً وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري كما طلبهم بمداومة الاطلاع على العلم والاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع في كافة المجالات بما يخدم الوطن طبقاً لمتطلبات المرحلة ترجمة نانسي قنقر